السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم يا جماعة في حلقة جديدة من البستنجي والراعي في حلقة اليوم رح نحكي عن موضوع أساقط صوف الأغنام وهل هو طبيعي أو مش طبيعي هل إلو أسبابه ما إلو أسبابه هل مرات بكون عادي مش عادي خلينا نشوف في حلقة اليوم ولكن بعد هاي الإنترو ما في ولم ربي أغنام ما مرت عليه حالة تساقط الصوف عن الأغنام ولكن حالات تساقط صوف الأغنام إلها أسباب كثير وحالات كثير بعضها هاي الحالات طبيعية وبعضها الآخر مش طبيعي إلو أسباب مرضية أو إلو أسباب طفيليات تمام فلما صير هاي الحالة احنا ضروري جدا أنه نحدد شو سبب تساقط صوف الأغنام فعشان نعرف سبب تساقط صوف الأغنام لازم بالأول نفهم شو هي when two weeks نسببات تساقط صوف الأغنام وبناء عليها وبناء على فهمنا لهذه الأسباب رح يكون عندنا قدرة أكبر نحدد أسباب تساقط صوف الأغنام وعد هيك نعرف انه هذا إذا طبيعي أو ليس طبيعي طبعا وضروري هذا الإشي ضروري نفهم الأسباب وضروري نحدد مثل طبيعي ومش طبيعي لأنه له بعد اقتصادي فمثلا لو كان تساقط صوف الأغنام يحدث بشكل طبيعي واروح أنا أفكر أنه في مرض واروح أدفع ثمن علاجات أو أدفع ثمن زيارة لطبيب بيطري هذا الشي رح يكلفني فلوس فأنا هذا الشي يبغي عنه فخلينا نبلش بالأسباب ونشوفهم واحد واحد أول وأبسط سبب من هاي الأسباب هو يصير تساقط بشكل طبيعي الأغنام بشكل العام سنويا بصير عندها تساقط للصوف وهذا التساقط بكون على شكل عادة كتل ليش بصير هذا وماذا بصير هذا الاشي بصير في فصل الربيع والصيف عشان الصوف زي ما بتعرفو وظيفته هو بالأساس حماية الأغنام والتنظيم الحراري يعني احنا بكون مثلا لنا فصل الصيف أو عفوا فصل الشتاء في فصل الشتاء يكون الحرارة باردة جدا فالصوف تبع الأغنام هو عبارة عن يعني أقرب تشبيه إله كبوت ثقيل يعني أو معطف شتوي ثقيل زي كأنك أنت لابسه يدفيك يحميك من البرد فالأنت لما تبلش تدخل على الصيف راح تبلش ملابسك تخفف أول بأول تلبس اللبس الربيعي بعدين تلبس اللبس الصيفي زي تشيرت آآ قميص خفيف إلى آخره فالأغنام نفس المبدأ ببلش يصير عندها تساقط للصوف حتى تدخل على فصل الصيف بغطاء أو بسموه المعطف كوت حتى باللغة الإنجليزية هو اسمه كوت الكوت تبعها يكون خفيف وغير مؤذي إلها تمام؟ طيب هذا السبب الأول شو السبب الثاني؟ السبب الثاني يا جماعة هو وجود بعض الطفيليات على سبيل المثال البرغيث القراد القمل هاي كلها بتسبب تساقط لصوف الأغنام طبعا ده أوضح هون نقطة مهمة كثير لما نحكي أغنام نشمل إحنا معها الماعز تمام؟ فهاي الطفيليات راح تكون مثلا إما عايش في الجلد أو زي مثلا قراد بصير يمتص دم الحيوان ليش احنا بسميها طفيليات أصلا؟ هي طفيليات لأنها تتطفل على الكائنات الأخرى وتعيش بناء على المغذيات اللي بتجمحها الكائنات الأخرى بتأخذها على الجهز فعشان هيك هي سميها طفيليات طيب لما نصير هذا الكلام بصير في عنا تساقط للصوف ممكن تصير في عنا حمرار بالجلد حساسيات بصير تلاحظ حتى سلوك الأغنام بختلف تلاقي الأغنام بصير تحك جسمها بالأشجار أو بحيطان البركسات أو الأماكن المغلقة اللي احنا منكون ممكن نحطين فيها الأغنام راح نلاحظ تغير في سلوك الأغنام إذا وجدت الطفيليات برضو فيه كمان مشكلة مشكلة التغذية زي ما نعرف أنه التغذية كثير مهمة في صحة الحيوان بشكل عام بكل أجزاء جسم الحيوان مش بس الصوف فبالتالي أي مشكلة في التغذية بشكل عام راح تأثر مباشرة في جودة الصوف وبالأخص لكن في أمور بالأخص راح تأثر بشكل مباشر على جودة الصوف وعلى متانته أو تساقطه يعني أحيانا تجد تطلع على الأغنام ما فيها تساقط بالصوف ولكن جرب شد الصوف عنها هيك بحركة بسيطة بتلاقي الصوف طلع بإيدك فهي مشكلة كبيرة دليل أنه في عندي هون أنا مشكلة تغذية فهي برضو طريقة اللي نحدد فيها إذا في عندي مشكلة تغذوية هي يعني إحنا اتفقنا في عندي طبيعي بصير في فصل الربيع وفصل الصيف عندي بسبب الطفيليات وأن العلامة اللي ممكن نستخدمها تغير في سلوك الحيوان وأيضا بسبب التغذية أنه ممكن ما نلاحظ تساقط للصوف ولكن إذا ما سكنا للصوف الأغنام بصير يسحب معنا بشكل يعني بدون جهد بطلع الصوف من جسم الحيوان فهي الثلاث أسباب الرئيسية المادية في سبب معنا ويقول لهو أو اللي هو بالانجليز هذا بالانجليزي بالعربي اللي هو ضغط يعني كيف ضغط زي الخوف مثلا إذا كانت الأغنام خائفة على سبيل المثال في الليل يكون فيه حيوان مفترس مثلا في بعض الناس بعض المناطق يكون فيها مثلا ذئاب طباع أو ممكن دخول أفعالة بركس أو الحضيرة اللي موجودة فيها الأغنام ممكن تسبب لهم الخوف ممكن كلب مسعور يسبب لهم أيضا الخوف وبالتالي هاي مشاكل ضغط النفسي راح تعمل تساقط لصوف الأغنام طيب الآن بما أنه احنا عرفنا شو هي مسببات تساقط صوف الأغنام خلينا نشوف شو هي العلاجة طيب إذا كان طبيعي ما فيه إشي أنت تعمله أصلا أبدا بشكل عام ولكن ممكن إشي يساعد قص الصوف للأغنام ثم بعد يعني بعد المنتصف الثاني من فصل الربيع بداية فصل الصيف قص صوف الأغنام راح يساعد الأغنام على أنها تدخل فصل الصيف ويكون جسمها بارد ما تحمى ما يسبب لها صوفها أي مشاكل وبالتالي إذا أنت قصيته أصلا فما راح يكون في الصوف إنها الأغنام أصلا تقوم بعملية التساقط إله إذا كان سبب الطفيليات طبعا لازم يكون إحنا لدينا برنامج وقائي أصلا مش علاجي وقائي لمعالجة الطفيليات زي مثلا استخدام الآيفوميك أو اللي هو الاسم العلمي الآيفرمكتين مضاد للطفيليات الخارجية كمان استخدام مضادات الطفيليات الداخلية زي البندازول هذا مهم كثير لمعالجة الديدان كمان لأن الديدان عفكرة هي من الطفيليات وبتعمل على انتصاص المواد الغذائية من جسم الحيوان وبالتالي بتسبب ضعف وبتسبب تساقط وبتسبب حالات الأرمة أو اللي هي سقوط الأجنة ولكن أخواننا في الأردن بسموها حالات الأرمة وحكولنا أنتم شو بتسموها في أي في دولتكم مثلا في الجزائر عندي فضول أعرف في الجزائر في دول المغرب العربي بشكل عام إيش بتسموها هاي الحالات نرجع لونضوعنا إذا كان منضوع تغذوي من الضروري أنه نستخدم أول إشي خلطة على فيه صحيحة وهون حاب أنوه لنقطة مهمة جدا في كثير ناس بتلاقيه بقول لك والله أنا رحت اشتريت خلطة من عند حدا معين وحط اللي عليها مادة وهي بتصير بتصير كثير والله الغنم عندني نصح شوف صراحة بضحكوا عليكم أعطيك ياها من الآخر ما في مادة تحطها للأغنام تخليها تنصحك بشكل فجأة بس وشو اللعبة وين شو اللي بصير قاعد بالصوت وبكون أصلا عامل لك خلطة متوازنة صحيحة يعني ما فيها إشي جديد بس أنو حاطلك نسب المواد تكون صحيحة تكون غنية بالبروتين غنية بالطاقة بشكل طبيعي رح تنصح الأغنام ولكن هو عشان يرباح وعشان يزيد عليك ورح يقول لك والله أنا عامل لك خلطة عادية بس أنو مزبط لك إياها ورح لو حطت لك عليها مادة وبدفعك عليها فلوس الزيادة إحنا طلعنا شوية عن موضوع نبس صاد للإفادة فهذا مهم كثير نكون عارفينه كمان إذا في نقص معين في بعض الأملاح بعض الفيتامينات ممكن نستخدم المكملات الغذائية زي الفيتامينات بكون على شكل بودر اللي بتنحط إما مع العلف نفسه أو بتنحط بالماء أو ممكن عن طريق الحقن تمام يا جماعة؟ فهيك بشكل عام إحنا بنخلص من قصة تساقط الصوف بنحافظ على صحية الأغنام بنكون تغذيتها ممتازة أداءها تناسل ممتاز أداءها في النمو في الإنتاج ممتاز سواء إنتاج اللحم أو إنتاج الحليب ونحافظ على قطيع صحي وعلى ولادات ممتازة يعني حتى أقولكم إشي معين وبختم فيه تغذية السليمة وعمل خلطات صحيحة مناسبة للأغنام ولمرحلتها العمرية ولمرحلتها التناسلية ولمرحلتها الفيسيولوجية مهم جدا 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 لكل إشي بقيك من الأمراض بقيك من مثلا من حالات العسر الولادة بقي من حالات تسمم الدم أو تسمم الحمل يعني أهم إشي دايما تعمله والعنصر الأساسي من خبرتي أنا خبرتي في القطاع الحيواني تتعدل عشر سنوات 90% وأنا مسؤول عن كلامي 90% من الحالات اللي بتروح على الطبيب البيطري سببها الأساسي من التغذية زبط التغذية وحي الموضوع الطفيليات أنت هيك يعني بدي أقول لك خلص من 90% من المشاكل بتبطل تشوف دكتور بيطري وهذا ليس انتقاصة من دكتور البيطري لا دكتور البيطري أو دوره ولكن أنا بقول لك شو المشاكل اللي بتخليك أصلا تروح لعند الطبيب البيطري يعني خلينا احنا نشتغل وقاية مش علاج تمام جماعة؟ وهون بنهي هذا الفيديو يعطيكم ألف عافية